ممثلة يمنية مشهورة في المملكة العربية السعودية عزباء هنتكلم النهاردة عن الفنانة سارة اليافعي ممثلة يمنية مشهورة في السعودية من موليد المملكة عاصلة على الجنسية السعودية لكن أصولها يمنية بدأت سارة حياتها الفنية في عام 2007 سارة من موليد 1986 في 28 أكتوبر أحد الممثلات المشهورات اللي كان أول عمل لها في مسلسل عشمة بنت عماش وهي من الشخصيات العفوية اللي عندها شخصية جذابة تمكنت من تكويل جمهور كبير لها وبتمتلك ألاف المتابعين على مواقعها الابتماعية فنانة بتميل للرياضة وتمارسها كمان قدمت العديد من الأدوار الفنية ساعتها على الشهرة عزباء طرى نفسها صغيرة على الزواج تحمل مسئولية البيت والزواج والمسئولات الزوجية قالت في أحد المقابلات أنا لا أرغب بالزواج في الوقت الحالي وأن هذا الكلام سابق لأوانه عربت عن رغبتها بالاهتمام بأهلها وعملها لكن من صفات فارس أحلامها وزوجها المستقبلي فهي تتمنى أن هو يكون صادق محبه بيحترمها ويقدرها بالإضافة إلى أن هو يكون بر بأهله وخاصة أمه وأطول منها قالت إذا أحببته فلا تهمني المادة أبدا ولا الجنسية ولا الحالة المادية كل ما يهمني أن هو يكون سند لي بالدنيا بعد ما فقدت أبي وأخي الله يرحمهم حدث جدل كبير من المتابعين عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي علشان يعرفوا عمرها الحقيقي أهم سيدات الأعمال في الوسط الفن اللي بتنتمي إليه وحازت على العضوية الفنية تقديرا لفنها ومشاركتها البطولة بأدوار مختلفة اسمها سارة محمد اليافعي بلد الأصل اليمن البرج برج الثور من أهم أعمالها شباب البومب ستة شباب البومب سبعة مسلسل بدون فلتر الخادمة الشبح أيامه ليالي عذاب بيني وبينك أربعة عطر الساكنات في قلوبنا عمشة من تعماش عندما يظهر الخريف جاب العيد عشرة صنايع وعصفور ضايع عندما يكتمل القمر ووسيد بدر أو منساش دورها المميث ومسلسل سندوس بدور نوف بالنسبة للأنستجرام بتشارك فيها عدد من الصور والفيديوهات الخاصة بها مع جمهورها بتشارك كمان نصايح في مجال الموضة وتنصيق الألوان مع الفتيات كمان بتعمل إعلانات على بعض المنتجات بتتسم بالبساطة والزوق الرفيع اللي بيعتمد على تنصيق قطع الملابس والألوان بشكل جزاب أما بالنسبة للإسناب تمتلك الممثلة السعودية شهرة على نطاق واسع عبر منصة الإسناب شات أحد منصات التواصل الاجتماعي وعندها كتير من المتابعين والمحبين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي وبتشارك فيه صورها كانت تهوي الفن والتمثيل وتحلم باللحظة دي اللي بتشارك فيها في أي عمل والجمهور يشوفها ويصبح لها جمهور خاص بها لذلك بعد انتهاءها من المنحلة الجامعية بدأت إن هي تبحث عن أي فرصة للتحق بالتمثيل ولما حصلت عن فرصة دي كانت ترى إنه مقدر لها ذلك لأنها تؤمن كثيرا بالأجدار ومن أهم الأقدار إنها تقابلت بالنجمة ميساء مغربي اللي رشحتها لشركة انتاغية تسمى صدف من خلال سعدي شبكي بتنجز بصرة لأفعل الدراما الأجنبية ومنها التركي والأمريكي ومن الخليج الدراما الكويتية ومن العرب الدراما السعودية ومن رياضتها المفضلة الجاري بتمارسها خمس أيام في الأسبوع بتحب ركوب الخيل بس انقطعت عنه فترة لكنها عادت للممارسة مرة أخرى بتتميز بالبساطة وعدم الغرور فهي مش متكبرة لكن بتشعر بغضب شديد لما تشوف أي شخص متكبر أو شايف نفسه عن ناس ودائما بتقول أخيرنا الطراب نفسه بتجي تطبخ كثيرا وبتعتبر طبخة مهرة وأكثر الأشياء اللي بتخاف منها هو الطيران لأنها بتبكي لما بتطلع الطيارة والفيديو ده بتكون تتلمنا فيه عن الممثلة الصاعدة صارة ليفعي ويا رب الفيديو يكون عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد اكتبوا لي في التعليقات تحبوا الفيديو الجديد يكون لمين شوفكم على خير باي باي